السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آآ ملاحظ على السوشال ميديا المصرية ان في آآ متابعة حمية لآآ سباقة لئاسة الامريكية العدوى انتقلت اليه. آآ بعد ما يعني اتزلت آآ الاهتمام آآ السياسة ما اي فترة ما مانيش متم سياسيا. بطلت حتى اقرأ كتب في السياسة. يعني بدأت اراقي فرصة في ان انا يعني احاول ان انا اطل قليلا على سباق الرئاسة الامريكي. لاني انا بعتقد ان امريكا كدولة ممكن انا مشايفة من رأيي ده ممكن يباني المشاز شوية. لكن ده تصور. امريكا كدولة ترجعت كثيرا على المستوى العالمي. آآ من الناحية آآ الاعتبالية. كان الدولة ايها قدر كبير جدا من الاحترام. وكان ايها قدر كبير جدا من الاعتبار. آآ بعتقد ان بعد نجاح دونالد ترامب وآآ وازمة كورونا اللي تفشل بشكل كبير جدا في الولايات المتحدة. والمواقف الغريبة اللي خد دونالد ترامب خلال آآ مدته الاخيرة. كان ايها مبارل كبير جدا في طراجه. الولايات المتحدة الامريكية. مش على سعيد انها قوة ازمة. الولايات المتحدة في المدى المنظور سوف تبقى قوة ازمة حتى الفين واربعين ولكن الولايات المتحدة فقدت كثير جدا من روناقها فقوة عظمة ممكن على هايبر باور يعني دايما في قوة كبرى في سوبر باور لكن امليكا كانت هايبر باور اعتقد ان امليكا بتتراجع قليلا في هذا الامر ولفت نظري استدعاء الحزب الديمقراطي لجو بايدن علشان ينفس دونالد ترامب انا بعتقد ان ده استدعاء غليب واقول لي اوليا لان جو بايدن كان زي ما احنا عارفين نائب اه اوباما من سنة 2009 لسنة 2016 بعد هذه بعد هذه الفترة لم يترشح جو بايدن لمنافسة دونالد ترامب في انتخابات 2016 وتركوا السيدة هيلاري كرينتون بعد طبعا منافسة حصلت جول حزب الديمقراطي ام اه قامت بيها هيلاري كرينتون كمرشحة من الحزب الديمقراطي في مواجد دونالد ترامب كانت الناس متوقعن دي اول رئيسة سيدة نظرا لعدم معرفة الناس بدونالد ترامب لكن فاجأة دونالد ترامب نجح ونجح باكتساح ولكن اه المدة اللي هو اه حكمها ما كانتش مدة اه سعيدة بالنسبة لكثيرين في الولايات المتحدة ويعتبر هو فشل على في الملف الطبي فشل الزريع فيمكن ادى ده لتفشي الكورونا في امريكا بشكل موسيل اه دهشة لكن مع اينا الحزب الديمقراطي بيستدعي جو بايدن البلغ من عمره تمانية وسبعين سنة اه انا بشوف ان دي حاجة غريبة جدا لان امريكا بيتصارع على دخول البطرة فيها اتنين واحد عنده تمانية وسبعين سنة واحدة عنده اربعة وسبعين سنة ده شيء غريب جدا من نسبة لولايات المتحدة الامريكية بقى لهم كتير ما عملوش استدعاء جو بايدن بيفكرني بشكل كبير 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 كب بشكل او باخر باستدعاء اه اه دويت ايزنهاور سنة اه الف وتسعمائة وخمسين اه انا بشوف ان ده غريب شوية لان ايزنهاور اه كان برضو كبير في السن وكان من اه نجوم نجوم الحرب العالمية التانية فانا كنت بتصور ان يعني انا بتصور ان ده غريب شوية لكن ماش ينفيش مشكلة جابوا شغلو بايدن بين باب ان هما يعني يجيب واحد عائل او فام شوية ممكن ان هو يقف قدام ترام لكن المسير الدهشة بالنسبة لي ان الانتخابات كانت تكون متساوية. يعني احنا بنتكلم عن ان جو بايدن بالنسبة كبيرة هيحصل على اه هو حدوتي متقدم متين اربعة وستين اه صوت في المجامع الانتخابي مقابل متين واربعتاشر صوت لترامب. اه لو هو كسب نيفادة هياخد ستة اصوات وهيوصل لحد المطلوب متين وسبعين صوت. اه في تقدم للحزب الجمهور اللي فيه مجلس الشيوخ. فيه تقدم في حزب الحزب الديمقراطي فيه مجلس النواب الكونجرس. انا بعتقد ان هتبقى فيه اربع سنوات طاحنة سياسيا في الولايات المتحدة. ما بين اغيابية برامانية ممكن تكون موجودة عند الجمهوريين ده اذا الكونجرس ما خدوش الديمقراطيين. وايضا جمهورية بيرقاسها رئيس اه من الديمقراطيين. يعني به طبعا اه جو بايدن. جو بايدن ما هوش افضل من ترامب بالنسبة لمنطقة العربية لانه هو من المؤيدين الشريسين لاسرائيل. وجزء من حمل الترشيح اوباما كانت مبنية على اختيار جو بايدن المنتمي شائل جدا لاسرائيل او المتعاصل جدا لاسرائيل. وهو كان يعني اه ممكن تقول انه كانوا جايبينه علشان اليوبي يهودي يقرنع بيه لكن برغم من ده دونالد ترامب اقدم اشياء كاسرة لاسرائيل في مدته الانتخابية لكن برضو بالتأكيد ما نقدرش ننسى ان القصة مش بس في اليوبي يهودي. اليوبي يهودي عامل من ضمن العالم اللي ولكنه مش عامل رئيس. العامل الرئيسي الذي يواجه هويات المتحدة الامريكية حقيقة هو الملف الطبي والملفات الداخلية اللي ترامب عاك فيها كتير. مش بنكلم عن الملفات الخليجية لان الملفات الخليجية معلقة بسبب الفيروس المتشر في العالم كله. محتاجين واحد يعني عنده خبرات آآ كبيرة هو كان طبعا زي ما احنا عارفين آآ نائب آآ عن دي لور. وليان دي لور. فجو بايدن عنده خبرات محلية كبيرة آآ عنده مشاريع محلية آآ كتير. فعنده خبرات بالمحلية بشكل كويس. لكن بالنسبة لي فيه شيء آآ مدش بالنسبة لي متصور ان هيبقى فيه عناية في اختيار نائب رئيس لبايدن يعني آآ بتصور ان كان المفروض يجيبه رئيس يعد نائب رئيس يعد لمواجهة آآ انتخابات آآ الفين اربعة وعشرين. ليه بقول كده? بقول كده يعني جو بايدن صعب جدا هو في اتنين وتمانين سنة يرشح نفسه عشان يبقى رئيس اربع سنوات قادمة حد سنة ستة وتمانين يعني سنة 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 يعني. بمسالة صعبة. اعتقد ان انت كده بتسلم رئاسة بشكل ضمن الجمهوريين في انتخابات الفين وعربعة وعشرين. فكنت متخيل ان هما يجيبوا نائب آآ صغير شوي في السن. لكن اللي فجعت به ان هما جابوا نائب نائبة ان هو اختار نائبة السيدة كامالة هارس وهي واحدة من من ابداء المهاجرين هي بمناسبة ملونة او سوداء. آآ طبعا المسائل دي مش مهم عندنا لكن هي عندهم آآ خاطرة قوي. عندها خمسة وخمسين سنة. معرفش هل في امل ان هي يفكروا فيها. بدل بايدن. معروف طبعا للجميع ان نائب رئيس الجمهورية بيبقى دوره انه يبقى زي ما بنقولي العجل اللي استبنف آآ في امريكا. يعني لو مات او قتل. بيبقى هو اللي بعده. يعني آآ فرانكلين روسفلت مات آآ مسك مسك نائبه هاري ترومان آآ جون كينيدي اختير مسك نائبه ليندون جونسون. فامريكا قائمة على كده. النائب ده ما هو الا عجلة استبني. فطبعا جو بايدن تبانية وسبعين سنة وارد جدا ان هو آآ يموت في اي لحزة. فكنت متصور ان هما هيدوروا على نائب يعني واضح ان امريكا غير مستعدة لتقبل فكرة رئاسة من امرأة. آآ وضع قوي في آآ انتخابات اللي فاتت. آآ فهل يعني هل كمالة هاريس بتعد انها تكون نائبة آآ محتمل وانها تبقى مرشحة مقبلة في الانتخابات الامريكية الجادة او اعلم. ما عنديش ثقة في ده. آآ هل آآ كمالة هاريس من الممكن انها تبقى رئيس محتمل في حالة جو بايدن. آآ رجل كبير في السن وارد من يموت في اي لحظة ما انا بقول. العمار بيادة اللي هي طبعا بس احنا بنفكر مع بعض بصوت عالي. طب هاي كمالة هاريس من الممكن ان هي تبقى رئيسة محتمل للولايات المتحدة في حالة وفاة جو بايدن. برضو انا ما عنديش فكرة آآ الموضوع آآ مو سير الدهشة بالنسبة لي. آآ خلال الفترة اللي فاتت بدأت ولاية جورجيا تتعرح شوية ما بين بايدن وما بين ترامب من الوارد ان جورجيا تقلم وتروح لآآ بايدن. آآ اعتقد ان ترامب بيحاول ان هو يوسر بعض البربرة في الانتخابات ويطلب باعادة فرز بعض الاسوات في الوقات المتعرجحة زي ماتشيجن ويسكونسون. آآ مش عارف هل ده ممكن يتم قبوله ولا لا. لكن اعتقد ان ده صعب. هو مش مصدق انه خسر ماتشيجن. آآ وليه حق ماتشيجن كانت رايح انا حييته بشكل جبير جدا لكن فجأة اتحول التحق بايدن. آآ هنستنى ونشوف ولكن انا بتصور ان جو بايدن هو الرئيس آآ رقم آآ ستة واربعين اعتقد. مش متأكد. آآ مش عارف هل راجع ايه الارقام. بس انا اعتقد ان هو يومسك هيبقى هو رئيس رقم ستة واربعين في تاريخ الوقت او تسعة واربعين تسعة واربعين. ريبا. يعني اعزلوني او معلومة غلط يعني احد يومخه مش ضفط. آآ اعتقد هيبقى رئيس تسعة واربعين للولايات المتحدة الامريكية. او ستة واربعين. مش متأكد. آآ آآ فيعني اعتقد ان هو بنسبة كبيرة هيبقى هو الرئيس القادم للولايات المتحدة الامريكية. يعني ترقبوا ده. آآ تأكدوا كعرب وكمسلمين وكمصريين ان يعني مش هيبقى في فرق في السياسات الامريكية التجاهل العرب او المسلمين. لا اسبب ما احنا كلنا فاهمنا امريكا مؤسسة دولة مؤسسية ما بطغيرش افكارها ما بطغيرش معتقداتها فجأة عشان الرئيس ميسك او عشان رئيس جي. دي طبيعة الدولة و لازم نحتاج من طبيعة الدولة دي. لكن انا برضو بقول اني آآ جو بايدن مش عيب على رأس اولوياته الملفات الخالجية. كل الملفات الخالجية معطلة في العالم. الحين القدرة على القضاء على فيروس كورونا الخطير جدا. اللي هو من ممكن انه يشهد موجة تانية خلال الفترة الجاية. فما اعتقدش ان هيبقى فيه اهتمام من الادار الامريكية باي ملفات الخالجية. زي ما حصل ما اقدرت اوباما اللي كان اغرب شغلها على الملفات الخالجية. واصلاح آآ الصورة ايو الامريكية. لكن اكيد انا بقول ان جو بايدن على قد كده رئيس متزن جدا. رئيس فاهم هو بيعمل ايه. هو مشكلته يعني وحيدة ان هو يعني مش مشكلته وحيدة يعني لانا قررت عنه ان هو يعني 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 بيرمس الستات احيانا بزيادة. يعني اشتكوه اه اكتر من امرأة في ده. ان هو بيرمس الستات بشكل اه بشكل زيادة وبيقول ان انا بتفاعل بيرمس اكتر كسياسي لكن ما اصدتش حاجة. يعني انا غرضي شريف. هي دي مشكلته الوحيدة لكن يعني غير كده هو راجل متزن جدا مفوش اي حاجة تاني. يعني على اقل مش هيبقى عامل زي دونالد ترامد. ده تصوري. بس ان هو ده اللي عندي. السلام عليكم.